أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة رابية أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل قد سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة محققة أعلى إراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالية حمولات صافية قدرها 1114.5 مليون طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل الماضي قد شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة وبنسبة زيادة قدرت بـ 6.3% مشيرا إلى أن التقارير الملاحية خلال شهر أبريل قد رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مقارنة بنفس الشهر من النور